السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النهاردة جايلكو برفيو سريح كده هنعمل ريفيو عن منتج اسمه ريباريل جيل عايزين تعرفوا المنتج ده بيعمل ايه بالضبط وين بنستعمله في ايه وبيفيدنا في ايه ولازم يكون موجود عندنا في كل بيت لين هنعمل به ايه هقول لكم كل حاجة تمام بس الاول اضغطوا لايك اشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين ويلا بينا نتابع الفيديو ها اسمه ريباريل جيل تمام المنتج ده حلو قوي وخصوصا اللي عنده اطفال هقول لكم دلوقتي احنا بنستعمله في ايه تمام اللي عنده اطفال اللي لسه ربنا هكرمها باذن الله باطفال وخصوصا بقى في فترة لما تيجي التعاميم وكده اللهم صلى سيدنا محمد طبعا بتحصل مشاكل كتير في التطعيمات وكده لو بتبقى الام في الفترة دي قلقانة وزهقانة ابنها تعبان او بنتها تعبانة مش عارفة تعمليها ايه انا هقول لك على كل النصائح اللي هتعمليها لما تيجي التعامي ابنك او بنتك تمام وهقول لك تستعمل المنتج ده ازاي تمام المنتج ده اللهم صلى سيدنا محمد انا ما كنتش اعرف به اه ناس برضو ولاد حلال كده قالوا لي كان دكتور كاتب لهم عليه اه اللهم صلى سيدنا محمد اه كنت انا بروح اطعم بنتي اه كنت بروح اطعمها كنت بقى جباة بقى سخنية اه اللهم صلى سيدنا محمد رجليها بالقلم من كتر القلم في رجليها مش شردت بطل عياط وعمل لها كمدات ومعرفش ايه اه تاني يوم برضو نفس الحكاية يعني حتى تاني يوم كان بيبقى اكتر من اول يوم اه رجليها مش عايز اي حد يلمسها اي حد يلوت كده ما كان الحونة كانت اه يعني كانت تسرخ ما كانش تبطل عياط ريباريل جل ده بجد فرق معي كتير ريحني كتير اه اللهم صلى سيدنا محمد عايز اقول لكم بقى اه اي واحدة عايزة تروح اطعم ابنها او بنتها اه اللهم صلى سيدنا محمد تكون مجهزة اه شارية اه المنتج ده اه ده من السيدلية طبعا اه تقدر انك تعمل سكرينشوت او انك تكتب الاسم كده في ورقة وتوري بتاع السيدلية تقول له انا عايزة اه كريم ريباريل جل نفس الاسم كده اللي عليه ونفس اللون اللي انتو شايفينه ده تمام اه هتروح اطعمي ابنك او بنتك اه اللهم صلى سيدنا محمد قبل ما تروح اطعمي طالما هتاخد مثلا حوان حوانة او حوانتين تدي لها اللبوس اه اللهم صلى سيدنا محمد لبوس تال قبل ما تنمشي قبل ما تطلعي من هنا من من بيتك يعني وتروح اطعمي ادي لها اللبوس اه بجد الحاجات ده انا مكنتش عارفها او كنت نسيتها يعني انا قعدت فترة كبيرة بين اولادي اه الكبار والبنت الاخيرة اللي جاية للاخر اللهم صلى سيدنا محمد قعدت فترة كتيرة كده ما كنتش انا ايه كنت انا نسيت خالص الحاجات دي اه فربنا وين يعني بولادي الحلال اللي قالولي اه اللهم صلى سيدنا محمد على الحاجات دي وقلت برضو ان انا اشاركها معاكم اه تمام فانا اه يعني انت قبل ما تروح الطعامي او كده اه تدي اه لابنك او ابنتك لبوس اه ستال تمام اه هتدي لها البوسة بحيث ان هي لما تاخد الحقنة اه تيجي بعد كده ما تحسش باي واجع هتكون هي بقى اللبوسة اه يعني عملت مفعول في جسمها وكده فما تحسش باي واجع وطبعا اللبوس حلو اه او الاتهابات وكده يعني وسكن للالام وللحرارة طبعا عشان حرارتها مزتش اه تمام فانتي اول ما تروح الطعامي هتدي لها اللبوسة حط طعامي وتيجي اللهم صلى سيدنا محمد تفضلي بقى تعملي لها كمدات او تعملي له كمدات مية كده تكون ايه دافية كده ما تكونش سحنة قوي ولا تكون بردة تكون دافية كده شوية تانيك بقى تعملي لها كمدات تمام كده تفضلي تعملي لها كمدات او انك مثلا اه اللهم صاصر محمد لو هتجيب كيس لبن كيس من اكياس اللبن اه اللي هي اكياس اللي احنا ايه اه عارفينها باسم اكياس لبن يعني هي اكياس المطبخ تمام هتجيبي اه هتحطي فيها المية شوية مية تكونوا دافية كده وتربط الكيس وتحطها على رجليها ده احسن ما تقعودي كل شوية تعملي كمدات واحسن طبعا من اللازق اللي بجي بيها من السيدلية تمام هتحطي لها بقى فترة كده يعني شوية حلوة انت بضالي تحطي وتغير المية تحطي مية غيرها او تسخنها شوية يعني تفع شوية لما بتبرط آه تمام هتبصي تلاقي ابنك او بنتك ارتاح خالص وبعد كده تقدري بقى على آآ يعني بعدها بكم ساعة كده لانت تبتدي بقى انت تتحيني آآ من الكريم ده ده مضاد للتهبات ومضاد للتورم اهو مضاد للتورم ومضاد للتهبات ومسكد للألام تمام كده هيريح طفلك قوي لما تبتدي بقى انت تتحيني منه آآ اللهم صلى الله عليه وسلم محمد طبعا فيه ناس كتير بتشتكي آآ بعد التطعيم بتلاقي ان رجلي ابنها او بنتها ورمت كده وآآ يعني بقى فيه ايه ورم كده في آآ في رجليهم او في وركهم مكان ما بياخدوا الحقنة تمام آآ الله مصر وسلم محمد الورم ده آآ لو استعملت الكريم ده على طول آآ ابتديت انت تتحيني بقى مرتين آآ مرة مسلا بالليل ومرة الصبح وانك آآ اما تتحيني تعملي مساج كده يعني تحطي آآ آآ شوية من الكريم وتبضل تدلكت كده تدلكي آآ آآ اللهم صلى الله صلى الله عليه وسلم محمد في المكان آآ آآ مكان آآ الحقنة مش هيعمل المشاكل ده خالص مش هيكون آآ آآ تورمات خالص تمام آآ آآ اللهم صلى الله عليه وسلم محمد هتفرق معك كتير ولو عندك آآ لو عندك آآ يا تتحيني اه لا يمكن التدحيني ده ثاني يوم كده لقاتي المكان ده في ورم كده فتبتدي برضه اللي انت تتحيني بالكريم ده تمام اتنينب منه برضو وعملي مساج آآ أتحيني بقى ثلاث مرات في اليوم آآ آآ تمام ابتانك كده آآ آآ الله صلى الله علىіль وaff synt성 محمد تعملي تدلكي المكان اللي انت بتحطي فيه اللي انت حطتي فيه الكريم تهليك كده للمدة خمس دقيق اعمل اكرر الموضوع ده تلات مرات في اليوم هتبصت لاقيه الورم ده خفه خالص اه واختفى اه بجد ليه مفغول السحر ما شاء الله عليه انا اه بربته علشان كده انا بقولكو اه يعني بشاركو معايا اه يعني النتيجة بتاعت المنتج ده بجد اه مزهلة وغير طبق طبعا ان هو بيسكن الالام يعني الام مكان الحقنة وكده انتو طبعا عارفونا الطفل بيبقاش ان هو اللهم صلى سيدة محمد نتحمل اي حاجة بيصرخ اي لمسة على اه ويركو كده مكان ما واخد الحقنة هيصرخ مش طهي اي حاجة ده بيسكن الالام مضاد للتهابت طبعا ومضاد للتورم ما بيعملش ورم ولو عمل ورم هيخف يعني انت لو مكنتش تعملت ده بعد التطعيم على طول ويحصل عندك ورم لابنك او بنتك اه بتدي استعمليه هيخف ان شاء الله بازن الله الورم عايز اوريكو الكريم بتاعه من جوا شكله عاملت زي ابيض شفاف كده زي المية تمام اها زي المية يعني مش ان هو يكون ابيض كده زي الكريم وبنايل الدنيا وكده لا ده هو شفاف كده زي المية بمجرد ما تحطيه على اه رجل الطفل او المكان اللي هو مصاف فيه واقع فيه او كده اه وتتعاكد كده هتبوس تلاقيه ملوش اي اثر بس مفعوله مفعول السحر المنتج ده بجد رهيب ما شاء الله عليه حلو قوي وزي ما قلت لكم انا اه يعني ما كنتش اعرفه ناس ولاد حلال دللوني عليه وقالولي عن نصائح اللي بقوا اللي انا قلتها لكم لما جيت ان انا اطعم آآ بنتي آآ تمام ومشيت طبعا طبعا كل التعليمات دي مشيت على التعليمات اللي بقوا اللي قلتها لكم والحمد لله ما عدتش بحس باي آآ زهق تطعيم او كده آآ بقيت بعمل كل الحاجات دي بحضر معايا لبوس ستال آآ يعني حتى لو مدتش وانا رايحة اول ما باجي على طول اول ما بدي ابني او اول مدتلي بنتي لحقنا آآ بقوم جاية على طول اللهم صلى سيدنا محمد مدي يالها آآ ليبوس ستال تمام طبعا للردع وبعد كده افضل اعمل لها الكمدات آآ بجد انا بعمل لها يعني ايه فترة الغال كده لما تنام وخلاص اسيب على رجليها الكيس اللي فيه المية واسيبها على رجليها واسيبها تنام الله ما صلى سيدنا محمد يعني مش بعمل كتير آآ كمادات كتير ولا حاجة بس اول ما مثلا بتسحى بقى من دموت فوق كده ابتدي اللي انا اتهل لها بقى من الكريم ده ببتدي اللي انا اتهل لها منه والله دهنتين تلاتة ما شاء الله آآ بتسحى ما عديتش خلاص لألام ولا وجع ولا اي حاجة وعايز اقول لكم برضو اول ما بحس يعني هي خادت لبوسة آآ بيعدني مسلا عليها اربع خمس ساعات ببوسة تلاقي ايه جسمها هاتفة تاني وهاتفة تاني اقوم راح امديالها آآ ليبوسة تاني ستال تمام بل حقبع الحرار عشان ما زيتش عليها وازهقني آآ يعني باجي بقى تاني يوم هلاقيها ما شاء الله ريئة ولا وجع ولا اي حاجة عايزاكوا تجربوا الطريقة اللي بقول لكم عليها دي اما تيجوا اطفالكم تمام وعايزاكوا بقى تجيبوا المنتج ده لازم يكون موجود عندكم في كل بيت المنتج ده لازم يكون موجود عندكم في كل بيت اي بيت في اطفال لازم يكون موجود المنتج ده تمام وعايز اقول لكم كمان الله ما صرص لنا محمد لو انت حتى اطفالك خلاص خلاص في تطعمات ما فيش تطعمات ولا حاجة هتقولي هعمل به ايه مش هستعمله لا ده هو زي ما بقولتلك هو مضاد للتهبات والتورم ومسكي الالام يعني كويس او في اي حاجة مثلا بنتك ابنك وقع من على كرسي من على سرير اي حاجة تبص تلاقي ايه حصل ورم كده في دماغه اللهم صنع سلمحمد في اي منطقة في جسمه وطبعا وجعه كده فبتبتدي اللي انت تدهني على طول اه بالمنتج ده اه هتبص تلاقيه فرق خالص معاكي الورم خف خف او حتى اللي حقتيه دهنتي قبل ما يحصل ورم مش هيحصل ورم اه تمام يعني بجد منتج رهيب حلو قوي اه تمنى ان يكون كل حد عنده اطفال موجود عنده المنتج ده في البيت اتمنى اللي اكون فتكو ولو بمعلومة بسيطة وتمنى بقى منكو لاي حد استفاد مني باي معلومة ان هو يشترك معي في القناة لو هو مش مشترك يشجعني كده باللايك وبكمونتاتكو الجميلة ومن هنا لغاية لما نتقابل في فيديو جديد اتسبكو في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته